هنا الحوض الرابع من عمق الأحواض في منطقة الشرق الأوسط يجمع في موقعه وعمقه مميزات تفتقدها موانئ ومرافئ المنطقة وهنا خلف هذا السياج الحديدي يواصل عمال شركة حورية عملهم وعشرات المكعبات الإسمنتية جاهزة لاستخدامها في ردم الحوض هؤلاء العمال هم تقريبا الوحيدون الذين يعملون في مرفق بيروت في وقت أن نقابة مالكي الشاحنات العمومية العاملة في المرفق وأصحاب المصالح واصلوا اعتصامهم وركنوا الشاحنات عند مداخل المرفق وتحديدا عند الباب 14 احتجاجا على ردم الحوض الرابع وعدم إدراج هذه القضية على جدوى الأعمال مجلس الوزراء عايب حدا يتطور الحديث ويقول المرفق بس أمين الأطراف المسيحية ضد ردم الحوض الرابع لا نحن في سنة وفي شيعة أكثر من مسيحية على مرفق بيروت كلنا من ضمنين لازم مجلس الوزراء يوضع يده على هذه الفضيحة ونحن سنتصدى بكل الوسائل الديمقراطية لمنع اغتيال هذا الحوض الهدف المعلن من ردم الحوض الرابع قامت محطة مستوعبات جديدة للتخزين وتفريغ الحديد وتعزيز قدرات المرفق الاستيعابية وأن المساحات في المرفق باتت تضييق ولكن في جولة في المرفق يشرح عاملون فيها أن المساحات كثيرة مهدورة أصلا من أرصفة ومستودعات ولا يتم استغلالها والاستفادة منها كما يجب لكن لوزير السياحة ميشيل فرعون قراءة مختلفة فعلى الرغم من اعتراض مختلف الأحزاب المسيحية وبكركي وعلى الرغم من وجود دراسات تتحدث عن انعدام الجدوى الاقتصادية من ردم حوض يتألف من ثلاثة أرصفة وتحويله إلى رصيف واحد يتحدث فرعون عن جدوى اقتصادية مبدأ الردم مقبول من الجميع ومرحب من الجميع لأنه بيفتح مجال ليكون فيه شغل أكتر بالمرفق وبيفتح مجال أكبر للجينير الكارغو وأيضا كمان للكونتينرز على جزء منه مع الأولوية بالاتفاق اللي حصل مع مرفق بيروت للجينير الكارغو بالموازات كان المطران بولو الصياح والوزير اليس بو صعب عقده اجتماعا مع الرئيس سلام سلام سأل المطران صياح عن دور بكركي في القضية خصوصا وأنه لا يراها طائفية هنا أجابه الوزير بو صعب أن دور الصرح طبيعي في ظل غياب رئيس للجمهورية الشريك في وضع جدوى الأعمال مجلس الوزراء وأنه كان لابد أن تجتمع كل الأحزاب المعترضة في بكركي لأن فرصة نقل الاعتراض أمام رئيس البلاد غائبة أجواء الاجتماع بحسب المطران والوزير كانت إيجابية وهناك خطوات قد تؤدي إلى حل ونقل الوفد ثقته بكلمة رئيس الحكومة وبما قد يتخذه من قرار